بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشعر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم استكمالا لما بدناه في المسائل على مقرر 102 مقدمة في علم الفيزياء اليوم إن شاء الله هنأخذ الشابتر 9 اللي هو عبارة عن الويف موشن الحركة الموجية هنأخذ أول مثال المسال بيقول إيه طبعا المسال موجود عندكم في الكتاب لكن هنحل له مع بعض A wave pulse on a string moves A wave pulse يعني نبضة موجية On a string moves تمام اللي بتتحرك A distance of 10 meter in 0.5 second يعني تتحرك مسافة مقدارها يبدي عبارة عن المسافة دي دلتا اكس دلتا اكس تساوي 10 meter ودلتا تي في الفترة الزمنية مقدارها دلتا تي بيساوي 0.05 ثانية اللي هو ساكن ده طبعا هواتي هواتي ساكند بير ساكند ساكند مينوس ون يعني يبخاصي احنا ايه جبنا الفلسط طبعا هواتي the frequency of the periodic wave on the same string if its wave length is 0.8 meter طول الموجي بلمضة هنا بتساوي كام 0.8 meter لمضة هو عايز هواتي the frequency ما هي قيمة التردد تمام انا عند C اهي هسبت في الخطوة الاولى C 200 200 meter per second تمام وعند لمضة طب ايه العلاقة بين اللمضة والfrequency والسرعة اهه C C تساوي لمضة في F ولو احنا انسناها نعمل الات نفتك الات C بتساوي مسافة على زمن اهي مسافة divided by time يساوي المسافة هي لمضة والزمن هو T اللي هو الزمن الدوري ومقلوب الزمن الدوري الديني التردد اهو يبالله له المعادلة دي اهي لو احنا انسينا عضو المسافة على زمن مسافة لمضة الزمن T ومقلوب الزمن الديني الF اللي هو الfrequency مقلوب الزمن الدوري يديني الفريقوانسي يتردد يبال في هذه الحالة الفريقوانسي بكام بتساوي C على لمضة C بكام هذه الخضوة الاولى حسبناها واللمضة بكام ادهاني 0.8 يتساوي كام هتساوي لما نحسبها تقريبا 250 طبعا ودا الفريقوانسي وحدته هيرس نسبة للعالم هيرس دي مسألة زاكرة مسألة بسيطة جدا يبقى مسافة عالى زمن هذه المسافة ودي الزمن الخطوة التانية عايز الفريقوانسي ومديني اللامضة اللامضة لطول الموج اهي ده طول الموج وانا عندي السرعة في الأول اهي السرعة يبقى العلاقة بين السرعة والطول الموج وفريقوانسي معروف C يساوي لمضة F يبقى F يساوي C على لمضة وابتدي يعوض وده الى هنأخذ مسألة تانية A typical sound wave associated with the human speech has a frequency of 500 Hz يبدأ F F تساوي 500 Hz تمام While the frequency بينما تردد طول الموج للون الأصفر is about 5 times 10 يبدأ عبارة عن مين يبدأ عبارة عن تردد Frequency للون الأصفر يبدأ عبارة عن 5 times 10 to the power of A of 14 Hz يبدأ تردد مين The frequency of yellow light In air sound travels في الهواء الصوت ينتقل at 344 m per second يبدأ عبارة عن سرعة الصوت معروفة 344 m per second تمام يبدأ In air sound travels at 344 m per second and light at وسرعة للضوء 3 times 10 to the power of 8 m per second وسرعة الضوء هي 3,8 m كل سنة Find the wavelengths of the two waves يبعيز اللمضة لليلو ولمضة المين للضوء طبعا هنا العلاقة المهمة جدا بتاعي التي تقوم بها تقوم بها العلاقة بتقول أن C تقوم بها للمضة F للمين للمضة للمضة صوتية للمضة صوتية ولمضة بما تقوم بها للمضة للمضة صوتية للمضة ولمضة 0 5 تقوم بها من المهمة سيء على ثلاثة ثمانية سؤال تقوم بها 5 5x10.4 إذا كنت تفعل كم؟ 6x10.7 ميتر هذا هو الطول الموجة للموجة الضوئية حسبنا الطول الموجة للموجة الصوتية والطول الموجة للموجة الضوئية الداني هو الداني الفريقونسي للموجة الصوتية كانت 500 هيرس الداني الفريقونسي للموجة الضوئية كانت 5x10.4 والداني السرعة هنا والسرعة هنا عود تعويد مباشرة على طول الدنيا عود عن اللامضة نشوف حاجة تانية ما هو الطول الموجة للموجة الصوتية with a frequency of 1000 هيرس and a velocity of تردد 1000 هيرس هيرس والسرعة معروفة سرعة السرعة معروفة 344 متر ميتر لمضة لمضة مجهودة بالنسبة لنا سيعود على طول المعروفة أن C تساوي لمضة في F يبقى في هذه الحالة لمضة تساوي C على F سنعود عن C 344 متر 0.344 متر 0.344 متر ما فيش أسهل من كدو أبسط من كدو طبعا محطة إرسال تلفزيوني بتستخدم موجة 2 متر مجتين ما هو التردد بتاع الموجة إذا كانت تمام سرعتها 3 في 10 أو 8 طبعا سرعة الضوء تمام أولا هي لمضة 2 متر لمضة نجرى مثال ثاني A TV station برودكاست using 2 متر ويف لمضة 2 متر تمام ويف ما هو التردد يبقى أعزي ال F ال F مجهولة بالنسبة تمام هو The frequency of the broadcast wave The speed of the wave is كذا يبقى السرعة بالساوي 3 في 10 أو 8 متر لأني طبعا دي موجة موجة تلفزيون أو موجة راديو هي موجة كهرومانصية دايما يبقى سرعتها سرعة الضوء تعدها في 10 أو 8 يبقى الفريقونسي معروف إحنا السي خدناها أهي بسيطة جدا وسهلة في هذه الحالة الفريقونسي يساوي C على لمضة C على لمضة يبقى ثلاثة في 10 أو 8 على 2 هتساوي كم؟ هتساوي 1.5 في 10 أو 8 طبعا C يبقى الفريقونسي يبدأ بالهيرس مسائل مسائل بسيطة جدا وما فيهاش أي مشكلة و هي تطبيق في المعادلات بتاعتنا شكرا لكم موسيقى